أكثر من ستة ملايين نازح تلك حصيلة الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب في أوكرانيا وفق الأمم المتحدة التي يشير مسؤولون بها لأكثر من ثلاثة ملايين آخرين عبروا الحدود إلى دول أخرى ثقيلة هي وطأة الحرب على المدنيين دوما وفي أوكرانيا تبدو الأرقام مرشحة للتصاعد في بلد يقارب عدد سكانه 44 مليون نسمة تتعالى المطالبات الدولية والإغاثية بتيسير فتح الممرات الآمنة التي لا تزال نقطة جدل أوكرانية روسية أجرينا حوارا مع أطراف النساء وعليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق لتسهيل فتح ممرات آمنة للمدنيين إلى خارج المدن على غرار ماريوبول في الوقت الحالي وفق المتحدث باسم الصليب الأحمر فالمطلوب اتفاقات واضحة على الممرات ومواعيد عملها لكن مثال ماريوبول الذي أشار إليه يجسد الأزمة القائمة يشكر الرئيس الأوكراني من أن القصف الروسي منع السلطات من تأسيس ممرات إنسانية فعالة لمدينة ماريوبول وتتحدث وزارة الدفاع الأوكرانية عن إغلاق القوات الروسية للممرات واحتجاز المدنيين كرهاء وهي شكوى أوكرانية متجددة بشأن المدينة التي تقول الوزارة إن القوات الروسية دمرت 90% منها في عموم أوكرانيا تحدثت نائبة رئيس الوزراء عن تسعة ممرات آمنة أقرت يوم الجمعة لخروج المدنيين بينما كانت الحكومة تأمل في ضعف ذلك العدد على الجانب الآخر من الحدود وتحديدا في بولندا قالت السلطات إن 52 ألف أوكراني دخلوا البلاد يوم الخميس مقابل تسعة وخمسين ألفا يوم الأربعاء ويضيف حرس الحدود البولندي أن إجمالي اللاجئين القادمين من أوكرانيا منذ بدء الحرب بلغ نحو مليوني إنسان مشيرا إلى منع عشرة من حملة جنسيات عربية ومجددا جدل اتهامات توجه للاتحاد الأوروبي بازدواج المعايير في التعامل مع طالبي اللجوء في هذه الحرب وهي التهمة التي جدد مسؤول بالاتحاد نفيها في اليوم نفسه مشيرا رغم ذلك إلى خصوصية الحالة الأوكرانية بحكم المحاذاة الحدودية مع دول بالاتحاد الأوروبي موسيقى